عالم الجريمة المنظمة تم اختراقه من خلال الوصول إلى تطبيق تستخدمه عصابات الجريمة المنظمة لتنفيذ عملياتها الأمر تطلب تعاون أجهزة أمنية في عشرات الدول بقيادة الشرطة الدولية أو الانتربول لتنفيذ هذه العملية التي تشاهدونها هنا مشاهدين والتي وصفت بالأكثر تطورا في العالم والأمر لم يحدث بين ليلة وضحاها فبحسب بيان للشرطة الفيدرالية الأسترالية العملية التي أطلق عليها درع طروادة أطلقت قبل ثلاث سنوات ونجحت في تفكيك آلاف الاتصالات المشفرة بين شبكات إجرامية لحظة حصولها ففي أستراليا وحدها اعتقل 224 شخصا نسبت إليهم جرائم تشمل خصوصا تهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال وحتى مشاريع اغتيال كما تم الاستحواذ على نحو 45 مليون دولار و107 قطعة سلاح ونحو أربعة أطنان من المخدرات في أستراليا فقط المفتاح كان هذا التطبيق الذي يسمى أنوم والذي استخدمه مجرمون في جميع أنحاء العالم للتواصل بطريقة مشفرة ولكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الـ FBI وهو الشرطة الفيدرالية الأمريكية كان يتحكم به في الواقع وقال إن العملية نجحت بقوة استطاعت أجهزة إنفاذ القانون المنضوية في هذا التحالف والمنتشرة في العديد من دول أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا الاطلاع على رسائل المجرمين المشفرة وتنفيذ هذه الاعتقالات تلك الرسائل بالمناسبة كان عددها 23 مليون رسالة هذا التطبيق كان يتم تنزيله على هواتف محمولة تباع في السوق السوداء لا يمكنها القيام بأي شيء سوى استخدام هذا التطبيق كما أنه لا يمكن للهاتف من هذا النوع أن يتصل إلا بهاتف مماثل يحتوي على التطبيق نفسه وقالت الشرطة الأسترالية إن هذه الأجهزة انتشرت وزادت شعبيتها بين المجرمين الذين وثقوا بشرعية التطبيق لأن شخصيات بارسة في الجريمة المنظمة ضمنت نزاهته وعلى ما يبدو هذا ما أوقع بالمجرمين حيث قالت الشرطة الأسترالية إنهم قاموا بتكبيل أيدي بعضهم البعض من خلال اعتمادهم على التطبيق والثقة به من دون أن يعلموا أن أجهزة الأمن كانت تستمع إليهم طوال الوقت العملية تشكل أمرا مهما بالنسبة إلى أوروبا على وجه الخصوص فبحسب اليوروبول الجريمة المنظمة تمثل تهديدا لم يسبق له مثيل للاتحاد الأوروبي وتناول التقرير تحليلا مفصلا للأخطار الداهمة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي وسط استشراء وباء كورونا حيث نشطت الحركات الإجرامية وخاصة ما يتعلق منها بحوادث الاحتيال عبر الإنترنت فوفقا لتقرير لليوروبول إنما يقرب من 40% من الشبكات الإجرامية مرتبطة بالمخدرات ما يجعلها أهم نشاط إجرامي في أوروبا كما تواجه الشلطة الأوروبية منظمات إجرامية دولية حيث إن نسبة 70% من الشبكات الإجرامية نشطة في ثلاث دول على الأقل ويوضح التقرير أنه يوجد في أوروبا ما معدله مليون عملية سطو سنويا تضاف إلى ذلك ظروف الوباء التي أوجدت أرضية مواتية وخصبة لتسهيل عمليات الإجرام تلك ترجمة نانسي قنقر